كنت بسأل واحد صاحبي ما بيعرفش يرسم خالص وفرحان او انه ما بيعرفش يرسم يا ابني تعرف ترسم وردة او ظهرة او اللي هي الوردة اللي كنا بنرسمها احنا صغيرين دي قال لي لا والله يا حتى بص انا برسمها بالطريقة دي يعني عارف انت الطريقة اللي هو ايه سوال كده جيب الام بس رصاص اللي هي الطريقة اللي هي ايه دايرة وشوية الورق اللي حواليها ونزل بقى ايه الفرع بتاعها او الفرع بقى وفيه الاوراق والحاجات دي وبالمنظر دا كده يعني وفيه بقى من هو ابقس حالا انه يرسم دايرة وعاوز يعمل الورق اللي حواليها فيبتدي يعمل اي شخبطات كده في اتجاه واحد ويبقى شكلها باللي انت شايفه دا طبعا دي اجتهدات للناس اللي ما بتعرفش ترسم لكن احنا برضو لازلنا على فكرة في حتة انه ما بنعرفش نرسم فهنرسم برضو الوردة دي دلوقتي ايه ولكن هنغير بس في طريق تفكيرنا بقى احنا بنرسمها مش هنرسمها كده مش هنديها دش كده خط مرة واحدة بحيس ان هو يعني يلا انا برسم وردة وفي واحد دين تلاتة لا احنا ايه بالعقل كده اول حاجة نرسم الارض اللي هي طلعة منها تمام عشان بس بقى متخيلها ايه بنرسم بقى الدايرة اللي هي بتبقى فوق دي اللي هي حواليها الورق تمام بتقسمها برضو الاجزاء زي ما اتفقنا ان احنا لما نيجي نرسم اي حاجة جديدة علينا ان احنا نرسمها بنقسمها الاجزاء والاجزاء دي بتبقى اشكلها هندسية زي دايرة تمام دي الجزء اللي في النص وبعد كده الدايرة دي بتبقى حواليها اه اوراق حواليها طبعا في تفاصيل كتير جدا لشكل الوردة اه بتبقى اه 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 انواع كتير وتفاصيل كتير لكن احنا هناخد اللي هو فيه زي نص دايرة كده حوالين الدايرة اللي احنا عملنا في الاول دي تمام بحيس انها برضو تكون ابسط حاجة وفي نفس الوقت يعني هنشتغل على شوية تفاصيل هتحسسك الموضوع مش بسيط تمام امسح بس الوردتين اللي فوق دول او خلاص اللي هناك دي مش مدايق انا في حاجة يعني تمام دي اه الوردة وادي الفرع بتاعها او الصاق بتاعتها اللي هي بتبقى طالعة من الارض بعمل حواليها مثلا اه زي حشائش كده او الزرق اللي بيبقى حواليها وفيه طبعا ورقة اللي هو الورقة الاخضر اه يمين وشمال تمام الورقة اللي هي بتبقى شكلها زي معين كده والورقة التانية طيب انا الوقتي رسمت الزهرة دي ولكن انا ممكن اتخيلها كشخصية كرتونية ان الزهرة دي او الوردة دي هي شخصية كرتونية لها عنين وملامح وحاجات كده هتخيل الدائرة اللي في النص دي هي الملامح او العيق الوش اللي هيرسم عليه الملامح هعمل ايه هعمل زي ما بعمل زي اي اي وش برسمه بعمل علامة زايد في النص علشان احدد الملامح هرسمها فين نفسي توزيع الملامح بالزبط هعمل علامة زايد الخط اللي بطول والخط اللي بالعرض الخط اللي بالعرض بارسم عليه العنين الخط اللي بطول اللي بقسم لي الوش بعليمين زي الشمال زي ما عملنا في الشخصية اللي هناك دي اه ارسم بقى الملامح طيب الزهرة دي انا حاسس ان هي من صفاتها انها تكون انسة اه بحط العين هنا والمناخير هنا والبقء هنا خلاص انا وزعت الملامح بتاعت بشكل صحيح ابتدأ ارسم كل عنصر بالطريقة الصحة بتاعته هو انا قلت ان هي عنصر انسوي فبنرسم العينين اللي هالما سحوبة دي علشان تديني احساس ان دي شكل بنت المناخير الصغيرة طبعا اه بعد كده الاسم الشفايف مرسومة لطريقة المسلسين لجنب بعض وخط كده تحت اللي هو الشفايف من تحت اه الحواجب بتبقى رفيعة كده ومعمولة بخط ناعم بحيس يديني اونوسة اه الرموش طويلة بنطول الرموش علشان برضو تديها زيادة في الجمال اه نين العين الواسع تمام اه اه بس اعتقد كده بس بالنسبة للملامح اعتقد كده واضحة جدا ان هي اه يعني وردة مؤنسة اه ممكن نتخيل ان الدراعين دول هما ايديها او الدراعين بتوعها لو انت رسمت شخصية دي كلها رسمتها كرتون او كريكاتير انها بترحب بحد او بتشاور على حاجة فممكن تستخدم الورقتين اللي هما اللي بقوا تحت دول انهما يبقوا دراع يمين ودراع شمال اه لو انا عاوز الون هلون الديرة اللي جوا دي هتبقى مثلا باللون اصفر او لون بيج فاتح كده يعني باصفر غمق ببتدي لنا لونها ولكن لا خلينا قبل ما نلونها نعاوز اه الالون الاحمر علشان اديها اه على الخدود يبقى ديرتين احمر اه يدوها برضو انوسة اكتر للموضوع بحيث انها يعني تفصيلة كده يعني وبعد كده بقى بكمل اللون الاصفر او اللون البيج الفاتح اللي انا برسمه طبعا انا بتخيل دلوقتي اللي انا بتعامل مع شكل اه 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 عادي تمام ببتدي بقى اللون على كل المساحة اللي هي الدايرة دي كلها هيبقى الدايرة اه التروين بتاعها ما يخرجش برا دايرة دي تمام لان الورق اللي حوالين الوش هيبقى له لون مختلف تمام دي بتلون عادي ما فيش مشاكل بعد كده بتجيب اللون مثلا الاحمر وبتدي بقى لون بطلقة مختلفة شوية هاجي من عند يعني ايه منبت الورق دا من عند الدايرة بتاعة الوردة وبتدي اطلع بتطشاط كده اللي هي زي التهشير زي ما كنا تكلمنا فيها قبل كده او هلون بخطوط جنب بعضها بحيث انها انا مش بادهن انا مش بقى لون احمر وخلاص ihad انا ممكن الون احمر وخلاص لكن انا باجه ايه بقوم ايه يدي بتخف كده هند نص الورقة كده لطا شا ق tehdه تمام وهاجي من فوق من عند نص الدايرة الي فوق دي واعمل نفس الحركة دي ولكن العچس بحيث ان هما يلطقوا عند ايه عند خفة ايدي يعني اول ما ايدي تخفه ما بيلطقه فعمليني التأثير الأبيض اللي في النص ده اللي مدي لك إحساس إن الورق اللي هو الورق الأحمر ده تحس إنه هو إيه بوم بيه كده طالع من عند الوردة نفسها وطالع إيه على مفيش يعني مدي لك كده محسسك إنه هو إيه فيه كوس كده يا مش مقوسة هكرر العملية دي مع كل آآ ورقة من الأوراق دي وطبعا هي محتاجها الموضوع يعني محتاج بقى صبر بقى وزي ما قلنا بلكده من مميزات الرسم اللي هو بيعودك على الصبر والتركيز والحاجات الجميلة دي لكن آآ احنا دلوقتي فوقت فيديو محتاجين إن احنا ننجز أكبر وقت ممكن فلو استعجلنا في حاجة ولا كده لأ ما تستعجلش زينا أعرف بس إن الحاجات دي محتاجة آآ شوات صبر آآ وتركيز في تنفذها طبعا قبل منامي لكل ده مهم جدا لو جالك آآ فكرة إن انت عاوز ترسم وردة كاري كاتيرة أو ترسم وردة في فكرة ما في شغلك أو طقت معاك كده إن انت ترسم وردة مهم جدا إن انت تتفرج على أشكال الورد آآ الحقيقي عامل إزاي آآ وتشوف ممكن تفكل أشكال هندسية عامل إزاي زي الدائرة اللي في النص اللي هو الوش ده وبعد كده في آآ الورق اللي حوليها أنا تخيلته نص دائرة نص بيضاوي يعني في يعني نص بيضاوي ومع تأثير الألوان اللي أنا بعملها دي بيديني أحساس إن ده ورق آآ رايح لفوق ولافف كده في يعني عامل بومبية تمام آآ طيب لو معرفتش أفكال أشكال هندسية معرفتش أتصرف معرفتش آآ أتصرف في الرسم اللي كانت قدام أوقات معقدة ممكن أسيرش بقى على الرسمين عاملوا فيها إيه أو الرسم بتاع الوردة الحقيقية اللي أنا شفتها دي عامل إزاي فباخد منهم أفكار ممكن رسم الوردة بيترسم عادي جدا بس أنا اللي أنا أضافته علشان بقى الخصوص بتاعنا بقى كاريكاتير وإحنا الناس جمدين وحاجات كده بنعمل له عينين وملامح زي ما أنت شايف في النص كده حاسس إن أنا عاوز أجي عند الورق اللي طالع من عند الوش ده وعاوز أغمق من تحت بس هبتدي إن أنا أعيد تاني وتقل إيدي تحت بحيث إن إيه أحسسك إن الورق ده طالع من الوش طالع اللي فوق كده شوية وتدي قوة للألوان برضو يعني تمام خلين نجرب كده بتقل إيدي على الجزء اللي تحت بس أو الجزء اللي هو في النص بس تمام طيب ممكن نجيب ألم التحبير أو قبل ألم التحبير لا فيه ألم في وش كده ممكن نجيبه نزود لون كمان ولكنه يعني قريب الأحمر فما حسناش بفرق بفرق يعني أنا عاوز أدخل لون كمان مع ورق الورد ده يدي له احترافية شواية في التلوين بحيث الموضوع ببقاش لون أحمر بس هو طبعا أنت بتخفي إيدك وبتقل إيدك في أماكن ده حلو لكن لو جبت بورتقاني وديته إيه تطشاية كده قبل النص الأبيض في الورق تمام أعتقد إدينا لون مختلف لون شكله حلو بقى فيه تداخل في الألوان تداخل الألوان ده هو اللي بيخلي اللون بتاعك مش صريح أو اللون بتاعك مش مباشر فده بيزيد له جمال بس يكون طبعا مناسب ولايق على اللي بيتعمل تمام فأنا حاسس كده أن احنا ممكن نكمل بألم التحبير وممكن نمسح الرصاص ده ألم التحبير هو الألم الأسود اللي برسم به على الملامح وعلى باقي العناصر بتاعتي فاخترت ألم يوني بني وكن السن بتاعه رفيع وهقولك رفيع ليل الوقتي طبعا مش محتاجة كلام لأن انا بنرسم ايه الظهرة عبارة عن بنوتة تمام ولازم ملامحها تكون نعمة وحدة وأخذ خط واحد وكل ده مش هيتحقق ألا بألم سن رفيع تمام اشتغل بس على الورق تمام طبعا انت بقى ما بتيجي ترسم وردة زي دي بتبقى يعني جايبها من ذاكرتك البصرية انت تتفرج على ورد او بقى وانت مش في الشارع بتلاقي وردة فبدل ما تشوتها برجلك او تقطعها وترميها وكده لا يعني بركز فيها تفرج عليها كده وركز في تفاصيلها هنحتاجها نحتاجها زي ما احنا محتاجينها دلوقتي كده بتبقى امشي على الحواجب ومع الحفاظ على الحواجب تكون خطوط نعمة وقوية وحدة في نفس الوقت وكذلك العين تكون اخذ شكل كوس كده سحبة سحبة العين الانسوية كده بيسموها العين السنجابية او بيسموها لا لان المسحوبة دي كان برضو بتائل على الرموش الطويلة اللي هي من علامات الانوسة . تمام واثين هي من العين الاسود وادي المنخير الصغيرة będę ا�도ة الشفايف بص انا ساب مسحات كبيرة ما عملتش عليها تحبير علشان بعد كده همسح بالقلم الرصاص فهيبان ان فيم ساحات كبيرة ممكن املاها بالالوان مش زي القلم الرصاص وهو سن و تخين كده فعمل زحمة تمام ولذلك انا كان المفروض لو انا برسم سكيتش وهظل عليه او هحبر عليه وبعد كده هرسم بالالوان سواء الخشب او اي الوان مرسمش بالقلم رصاص سن و تخين واتقل بايدي واخد راحتي كده لا انا كان المفروض ان انا ايه هو سكيتش هخفي ايدي بحيث ان انا همسح الكلام ده كله وما يبقاش بيديني طيب انا دلوقتي مضطر ان انا امسح بقى ايه الخطوط بتاعت الالوان الرصاص بحيث ان انا يبان معايا التفاصيل اللي انا عاوز ارسمها فيه ما بعد طبعا وانا بامسح ضيعت شوية ملامح من الالوان الخشب بس ما يهمش دي ما الحوقة ده ممكن تتقل عليها تاني ممكن تراجع عليها تاني ودي عند الورق شوف لما شلت الالم الرصاص اللي هو كانت خين وتقيل بقى باين قوي مدى رفع الالم التحبيري الاسود ده الالم يوني بنت السن بتاعه تقريبا سبعة دي دي بقى اتقل على الحاجات اللي راحت بقى في الحدسة بتاعت مسح الاستيكا دي وابدأ ان انا الون تاني الوش باللون البيج الفاتح اه ما عملتوش اصفر لان انا عاوز اعمله ايه اصفر مقفول يعني اصفر مطفي مش عايز الاصفر بقى الاصفر اللي هو التاني الاصفر اللي هو الصريح بيبقى فيه وهج كده بقى فيه اصفر فائع لأ فاحنا عايزين الاصفر اه مكتوم شوية اه في ايه كمان اه ممكن كمان اه اجيب اشتغل على العين عند الجفن اللي فوق بعمل خط كده بني بحيس انها يغمقل الحتة فوق بحيس انها رامية ظل على يعني الجفن اللي فوق بيبقى رامي ظل على العين نفسها ودي فكرة ما اعرفش احس انها مش فكرة حلوة ان انا عملتها باللون البني طب ممكن بس نلون النني العين بنخليه بالاخضر يعني دايما بحس ان انا لازم اسيب اللي هي الدائرة البيضة اللي في النص دي لا مش في النص يعني في الطرف في كده فيه دائرة بيضة في النني العين علشان تحسسك بلمعة نني العين يعني فيه لمعة يعني عملنا برضو في الاسكيتش القديم ده نفس الفكرة اجيبي لقلم الاسود اللي بتاع التحبير وعمل ايه البق بق بتاع نين العين بقى فبرضو ايه بيدك تفاصيل زيادة تمام كل ده طبعا كل تفاصيلها بتصب في مصلحة ايه الشخصية اللي هتمنرسمها اللون الاحمر اللي بلون بيه شفايف الشخصية طبعا الشفة اللي فوق بتبقى اتقل لانها ابعد عن الاضاءة ايه براجع تاني على الاحمر الخدين اللي هو بيبقى ايه على الخدين بتاع الشخصية علشان برضو ابعين انوست الموضوع اكتر اه حاسس كمان ان انا محتاج اه اجيب اه الالم الرصاص مسلا واعمل البياض بتاع العين احسسك كده ان هو كورة برضو لان العين زي ما قلنا انها كورة مش مجرد جسمه مسطح مبقاش ايه لا اه يعني هو اخد تدويرة كده اخد تدويرة تحس ان هي ايه بوم بيه كده فدي حاجات تجارب احنا بص احنا هنجرب لغاية ما نبوز الدنيا يعني علشان تحس ان انت تقدمت فعلا هتحس ان انت مستوىك فرق تعطي بوز يعني انا هاجي اعمل لها كحل برضو فوق كده هعمل بالالم الاسود ده الم خشب اسود مكان البني اه كده احسن من البني كتير يعني كده هداني اه يعني كوة للعين اكتر من البني اللي كنا عاملينه في الاول اه ممكن بقى ايه نغمق شوية بالبني تحت المناخير تحت الشفة اللي تحت حوالين المناخير يدها تكسيمة كده للمناخير اه تحت العين او حوالين العين بحيس انها تديني اه تكسيمة كده للعين هتلاحظ ان بقى فيه تحس ان الوش بقى مجسم ما بقاش مجرد انه مسطح وخلاص بقى فيه تفاصيل اكتر طبعا انا بضيف اللون البني ده وانا بخفي ايدي جدا يعني انا مش بلون لون بني انا بعمل ايه بحط تطشاط تزود بس ايه من تفاصيل اماكن البروز والانخفاض في الوش طبعا الكلام ده كله وكلمنا عنه كتير ولسه برضه هنتكلم عنه في سكتشات كتير جدا ان شاء الله في فيديوهاتنا اللي جاية اه بس انا قلت اتقرب معاك يعني السكتش بتاع الوردة ده يبقى حلوة جدا هبتلي بقى استقل باللون البني تحت الايه تحت الاماكن البرزة من الوش لما بتعرف مكان الظل المزبوط بيحسسك بالاماكن البرزة من الوش فبتبقى بطريقة صحية حياني تعال بقى نلون الفرع بقى والاوراق والحاجة الجميلة دي بلون الاخضر طبعا بقسم الورقة نصين ممكن اعملها بنفس الطريقة اللي عملناها في الورقة اللي فوق ده اللي هو بالتطشات كده لو مش ما تمسكش الورقة وتعد تدهن لا هي التطشات دي هي بتزبط الدنيا تمام والورقة طبعا مقسومة من يمين وشمال بس هي بص الفوق يعني الخط اللي في النص ده قسم الورقة تبقى يمين وشمال انا ممكن اعملها كلها اخضر تماما قدينا بنجرب وزي ما قلنا بلكده ان احنا دائما بنجرب لغاية ما نبوز علشان بس نبقى اطلعنا بمعلومة جديدة باستفدنا حاجة جديدة وتعالى نجرب نستخدم درجة تانية من الاخضر درجة تانية ولكن درجة تتحسها بعيدة قوي هي درجة تانية بعيدة شوية بس برضو ادت شكل كويس يعني شكل اللي برضو فيه الوان وفيه تكسيم ان فيه حاجة بعيدة وحاجة وريضة ودي حاجة كويسة جدا تعالى نجرب نكمل الدنيا دي كلها بان انا نرسم تطشاط كده بالقلم الاسود زي تهشير القلم الاسود اللي هو التحبير يعني الخطوط الانفايعة دي اللي بتبقى مرسمة بشكل حاد وقوي بتفرق جدا في الرسمان نبدأ بقى نراجع على الملامح نراجع على الخطوط اللي راحت معنا في المسح في اعادة الالوان على بعضها نشتغل بقى على الارض نخلى طبعا ارض ارض مزروعة علشان الوردة طبعا طلعا منها بشكل منطقي يعني نجرب بقى الوان الاخضر في بعضها اللي هي الدرجات يعني اعتقد ان احنا كده وصلنا النتيجة زريفة جدا واحنا بدأنا بنفس الطريقة البسيطة بتاعتنا اللي بنرسم بيها اللي هي انت بترسم باشكال هندسية لكن بتعرف ازاي توظفها في الاول بدأنا نرسم الدايرة وطلع منها نص بيضاوي نص بيضاوي داير ما يدور حواليها خلاص ده الوش وحواليها الورق بعد كده بقى رسلنا الجسم الجسم ده ممكن زي ما قلنا ان ممكن هي الشخصية الكاريتونية بتاعتنا دي اللي هي الزهرة اللي هي بدأ من هنا احنا طلعنا منها الشكل اللي في الاخر ده تمام؟ ممكن نعمل لها الدراعين اللي هما الورقتين الاخضر اللي هما تحت دول ونخلاها بقى ايه بتشاور بالدراع ده الدراع التاني ممكن نرسم الورقة تقوم المومة كده على وسطها يبقى حيث انها حتى ادافة وسطها شوية حرقات كتير جدا ممكن لو انت بس جربت هتلاقي الموضوع سهل جدا نجرب حتى ترسم اوراق اكتر حاول ان انت ترسم الدنيا يبقى فيها تفاصيل اكتر اضاءات اكتر دخل الوان غريبة على الالوان اللي انت بتلون بها لكن دي مجرد فكرة مجرد فكرة ايه انا بفكر معك وبساعدك ان انت ممكن تكتشف فكرة جديدة تنطلق من خلالها ايه ابدأ وما تخافش ان انت تبوص حاجة ما تخافش ان انت تبوص حاجة بوص عشان تبوص حاجة ايه يبقى انت كده ماشي في طريق التعلم تمامي انت كده تتعلم صح لكن مش هتبوص مش هتحتك مش هترمي ورق قديم ومش هتخبط دماغك في الحيطة بسبب الرسمات اللي بتطعمش مزبوطة لا مستوىك مش هيتقدم تمام دي بس فكرة بسيطة جدا حبيت ان انا اشاركها معك ايه وبعد كده بقى متقولش بقى ان انا مبعرفش ارسم خلنا انا بقى ندق بقى ايه لا انا بقعرف ارسم بس ايه الموضوع محتاج اعادة تفكير اعادة توظيف للاشكال اللي انا بقعرف ارسمها اشتركوا في القناة